اه ها اكنت اقول لك قبل ما نخش على هواع على طول انا النهار ده هوا بفرج على المباراة انا بقالي كتير اول انا وبفرج على المباراة وقللني استاذ المشاهدين كمان بفرج بهدوء قطول هاه ا مكسب خسارة بفرج بهدوء بس النهار ده دمي كان محروق محروق عشان الشكل كان واحش قوي يعني لعيبت سان داودز هم عمين تنقلوا بالكورة وبالكعب لا يا عم لا يا عم ده النادي الاهلي يا عم فاهم اللي هو ايه فوق يا عم من نفسك بس برضه ما انا عايز لعيبت هي اللي فوق اللي بلعوه في الملعب دول هم اللي فوق ما كانش فيه الكلام ده الفريق النادي الاهلي النهاردة مجلس دارته جهازه الفني ساهمه في توجيه اهانة للنادي الاهلي ساهمه في ان المنظر يكون بالشكل ده القصة مش قصة خسارة مباراة ناس كتير بتقول اليونايتد بتاريخه وعظمته اتغلب سبعة ونهاردة ليفربول اللي كسب اليونايتد سبعة بيتغلب من بورنو مرتوحد وكان ما خسرين سالفات من ايفرتون سبعة ومن اسطنبيل سوري من اسطنبيل عفوا فالقضية مش في خسارة القضية في الشكل القضية في المردود القضية انه هذا الجيل معظم القوامه تلقى هزيمة في أقل من اربع سنين بتتلقى هزيمة بخماسية اخرى من نفس الفريق من نفس الفريق لأ لازم وقفة ويعي كل من ينتمي للنادي الاهلي مجلس ادارته واجهازه الفن ولاعبيه انهما بينتموا للنادي الاهلي لان دي بقيت الناس وقول لك ما هو ده شيء بديهي انهما عارفين انهما بالعب لأ اللي حصل النهاردة بيقول انه محدش عارف انه بينتمي للنادي الاهلي مفيش نخوة ده في لقطات لما نيجي نتكلم على العاليات الفنية العب بتتماشى في وسط الملعب واقفين في وسط الملعب مفيش تاني الجمهور وغضب الجمهور والغضب الفني على الفرق النهاردة مش بس في الدخول وتعامل خاطئ مع المباراة اللي انا استفيد فيه لكن على المرضود في الملعب على النخوة مفيش في الملعب النهاردة اي شيء يبرز او يعنون ان اللعيبة دي عارفة قيمة التيشرت اللي بترتديه عارفة قيمة اسم النادي الاهلي لما النادي الاهلي يتغلب ثلاثة واربعة قدام ريا المدريد عادي في رؤية مستوى لما النادي الاهلي ما يحصدش فيه ابدا كده بافريقيا النادي الاهلي فريق رقم واحدة افريقيا ما ينفعش ما ينفعش يتلقى هديما بخماسية كريم مرتين متتاليتين على الجميع ان يحاسب على الجميع ان يحاسب على الجميع ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب من جماهيره سواء مجلس الادارة جهاز فني لجنة تخطيط لجنة تعاقدات او لاعبي ترجمة نانسي قنقر